انطلقت اليوم في دبي أعمال منتدى التحاول المؤسسي الذي عقدته هيئة الصحة بدبي والذي يمثل أيضا لاجتماع الربع سنوية بحضور معالي إحميد محمد الكطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعدد كبير من مسؤولية الهيئة وأكد معالي في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى على أهمية إدراك قادة البرامج التطويرية والمبادرات في الهيئة لمجمل التحديات التي تواجه أعمال التحديث والتطوير والنقلة النوعية المطلوبة في القطاع الصحي بدبي وأشدد معاليها على أهمية ما وصفه بالتحدي الأكبر وهو استحقاقات دبي في امتلاك تجربة استشفاء مميز ونماذج صحية فريدة من نوعها هذا وبحث قادة البرامج والمبادرات في هيئة الصحة بدبي اليوم مؤشرات ونتائج الأداء الاستراتيجية التطوير 2016-2021 خلال الفترة الماضية وما وصلت إليه الهيئة من أهداف مرحلية لأعمال التطوير الشاملة والمتكاملة لمضممة القطاع الصحي في دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر